جد ترحب بكم مشاهدين الكرام ونكمل حديثنا في برنامج الحدث وننتقل وياكم الآن إلى لعبة أخرى وحديثنا حول تحقيق اللاعب عبدالله الفارسي المركز الثالث في فئة المحترفين تحت 69 الحزام بني في بطولة الـ AGB الدولية في ملعب رينستيديوم للجوجستو في العاصمة الإماراتية أوظبي كذلك خطف اللاعب عكرم العريمي المركز في فئة الحزام الأزرق في فئة الهوا وزن تحت 77 أما محمد الفارسي فتوجه بالمركز الأول في الهوا الحزام الأزرق وزن تحت 69 لحيث أكثر مشاهدين الكرام سواء كان حول هذه المشاركة أو عن اللعبة بشكل عام هنا في السلطة نسعدنا أن نرحب بأبطالنا في هذه اللعبة عبدالله الفارسي وكذلك عكرم العريمي عبدالله مسهل خير أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم كذلك عكرم العريمي حيك الله عكرم أسم جميل ما شاء الله مميز بعد أهلا وسهلا فيك نرحب بكم أخي هذه الوقفة طبعا الوقفة هي الحديث عن مشاركاتكم والإنقاذات أو شيء مباركين على الإنقاذات الكبيرة التي حققتوها سواء كان فضيات أو ذهبيات أو حتى الألقاب الأخرى ولكن أيضا رح نتحدث عن اللعبة حدثنا أشاء عبدالله عن مشاركتك بشكل عام في هذه المسابقة الله يا أستاذ الكريم أريد تكلم بشكل جانب اللي هو عن البطولة وعن تجربتنا في هذه البطولة نحن عندنا تجارب منذ 2010 لكن أحب أن أوجه هذا السؤال إلى عكرمة خلني هو يتكلم في الجانب وتجربته في هذه البطولة بحكم أنه هي أول بطولة أو المشاركة في بطولة دولية خارجية وأنا أحب أن أتكلم عن الجانب الجانب اللي هو البعد الاقتصادي والاستثماري في هذه الرياضة والفائدة التي يمكن يستفيد فيها أي مشاركة أو لعب في هذه المسابقة تجربة أولى بالنسبة لها؟ تجربة جميلة جدا صراحة كانت أول بطولة لي أول مشاركة ما شاركت فولة بطولة لا محلية ولا وعشرة في هذه أبدا الفريق غام بطولة بطولة محلية عمان جيجي بشراف الكوتش عبدالله قبل ثلاثة شهر أو شهر بس كتجربة بطولة أنا كانت لي هذه أول مرة طبعا إنجازها من نسبة الشخصية فقط هذا إنجاز الفريق كامل تدربنا اجتهدنا ثابرنا عسكرنا لمدة شهر تدريب مدة يومين قيجيتسو وتغوية وبعدها توقعنا البوضبي يومين الميزان بعد الميزان ندخلنا أجواء البطولة أجواء جديدة بالنسبة لكن تاها أول مرة جمهور ضغط طبعا كوتش عبدالله كانت واجد معنا أثناء التدريب ساهم بخبراته مدنب خبراته تغنياته أعطانا كل يملك مقصر مع الفريق كذلك أيضا وغوفه بجانبنا أثناء النزالات توجيهه من الخارج أيضا كانت هذه تجربة ولله الحمد أنجزنا الفريق ثلاث ميداليات وإن شاء الله نتطلع للغادم بإذن الله توقعت أنك تحرز مركز أو كنت كنت مشاركة بالنسبة لك بأمانة لا أول مرة آآ متوقعت لكن دخلت بروحي أن أعطي كل ما عندي بالضبط إني أحرز الأول دخلت لا أريد أن أخسر يعني داخل لأن أفوز لكن كتوقع أني أحصل ميدالي ما قد نتطلع وهذا الشيء الغير متوقع دائما يكون طعمة مختلف يعني أنك تكون رايح يعني بشكل مختلف حافظ كثيرا يمين عبدالله توقعت هذا المشاركة الأولحة العكرمة أنه يشارك الأول مرة ويحرز ميدالية يعني واضح أنه يبقوا في هذه اللعظة والله يشوف أنا أنت لازم يكون عندك مشاركين وهذا ينطبق علي أنا كلاعظ أيضا لازم يكون تضع أسوأ الاحتمالات ولكن لازم تفكر في جانب آخر أنك تجتهد وتعطي كل ما لديك في التمرين النتيجة هذه محسمة وكلها مقدرة من قبل الله سبحانه وتعالى يعني الأمر محسوم نحن علينا نتدرب الآن في البطولة تجتهد في البطولة عاطي كل ما عندك ولكن إن فست فكان هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى إن خسرت نحن لا نذكر خسارة نذكر دائما تعلم سترجع ثاني مرة نرجع كفريق نحاول أن نشوف الأخطاء ويرجع ثاني مرة بأفضل استراتيجية عكرمة ما شاء الله تبارك الرحمن يوم دخل نحن وضعناها طبعا استراتيجية أن يدخل في اللعبة أو في هذه المنافسة دخل ونافس أربعة من دول مختلفة من روسيا من بريطانيا من دول خليجية واستطاع أنه ما شاء الله يعني استطاع أنه يتفوق في الأربع نزاليات باستراتيجية يعني هو ممكن النزال الثالث بذل جهد قوي كان مثل المصارع اللي هو استضام مع اللعب كان جدا قوي روسيا أعتقد لكن النزال الأول والثاني والأخير كان فيه استراتيجية وكان فيه حسم للنزال بطريقة جدا ممتازة ممتازة وأيضا الهدوء في أثناء النزالات هذا اللي أنا بالنسبة لي صراحة من شفت أول نزال قلت عكرمة إذا استمر على نمثل هذا الأداء رحي حرس المركز بدون أي كلام والحمد لله استطاع أن يجيب المركز الأول بعد البطولة عكرمة جلس معي وقال كنت جالس مع نفسي وأقول أهيئ نفسي أن إذا خسرت كيف راح يعني أتعدى هذا الشعور فلكن سبحان الله الله وفقه وقدر مجموعه شوف حتى القرسة قرسة الثقة ومختلفة بالنسبة له جلسة لعب جيدة ما شاء الله لماذا أخترتها عكرمة بالنسبة لك لماذا أخترت اللعب الصراحة لانخلاط في ذا الرياضة تعرفت أن الكويتش عبدالله زلت الصغيرة الصاحب ساحب نثم نكو بساحبك لله صاحبنا يعني تعرف نحن شباب ونحب التمرين فكان كنا دائما جيم بس الجيم يعني روتين صحيح تقويل القسم آه يصير بعد فتر مهم البس جاس يعني أنك تستمع يعني يكون قدور رياضي في يوم بضل الكويتش عبدالله عرفنا للرياضة نخرطنا في الرياضة الصراحة شيء شيء جميل يعني حبيت الرياضة وستمرين فيها صحيح حيانا تقطع بس إن شاء الله الاستمرارية خصوصا بعد إنجازات الفريق مع بعض الطلعات مع بعض البطولات مع بعض والموسم يعني الحين بادي يعني هذا بداية السنة صحيح تكون بطولات عدة أمامنا إن شاء الله بداية الموسم ونت تحرز ميدالية يعني شيء كبير هذا يشجعك للقادم يعني من الأسبوع هذا حافز بضب هذا حد الحوافز يعني جميل هو خبرنا عن مشاركته ومشواره كيف كان لكن أيضا أنت أحرست مركز ثالث خبرنا كيف أيضا المشاركة كانت معك والله أشوف أستاذي طولي بعمرك الحمد لله حل لنا مشاركات منذ 2010 ف الوقت أنا ريد أتكلم لأن أنت راح بعدين شسمة تحاصرنا وتقولي الوقت يا عبدالله لا لا لعدك خلاص نبدأ من الحين معك أوكي طيب أنا أريد أن أتكلم وأغطي جانب آخر بس فنتكلم عن تجربتي أنا أكيد طبعا في جانب الاحترافية أنا الآن يوم أدخل معظم اللعيب اللي هم يدخلون بمستوى البني والأسود لعيبة منتخبات فأنا أدخل الآن دائما أنت بيك حزام تدخل البني اللي هو البني والأسود هو الفئة الاحترافية بضل فهنا تدخل مع منافسيين المنافسيين هذون يجون مع منتخبات مع مدربين اعداد بدني مدربين لعيبة جوجدس ومحترفين من دول خارجية كذلك أيضا نفس الشيء عندك الجانب اللي هم خصائين التغذية فريق كامل متكامل مع إداريين فتحصل أنهم أيضا خلفهم جمهور ولعيبة خلاف أنك أنت يوم تبارز أو تدخل لزالات مع هذو الأشخاص من منتخبات لكن أنت إلى الآن الدولة ما عندها لدنا أو حتى انتهات فشوي الوضع دائما يكون صعب بيوم تدخل فئة الاحترافية هذا ليس فقط في هذه البطولة الدولية يعني أنا سبق وشاركت مع بطولات عالمية اللي هي نهاية الموسم و 2020 و 2021 أحرصت فيهم المركز الأول فكنت أنافس مع أيضا منتخبات يعني كنت أجد نفسي ممكن شباب عكرمة وفريقي عدد بسيط جدا من اللعيبة اللي بعد ما يخلص من النزالات يرجع المدرجات أساس شجعني أو أيضا نفس الشيء يساعدني في الجانب التقني أما هم لا اللاعب يركز بس عند طاقم كامل أيوة الطاقم اللاعب يركز بس أن يدخل في النزال بعد ما ينتهي من النزال أو ينتهي من النزال بالكامل يروح يريح يشرب ماء الشباب لا يقوموا بالدورين بالتهجيع وباللاعب أيضا وأيضا في الجانب المساعدة فأنت يوم تقف تجد صح خلفة ممكن يكون 6 إلى 8 لعيبة لكن من الفئة المحترفة اللي أنا بس جبلية لأن الأشخاص المنتسبين لهذا العدد كبير لكن الواصل المرحلة اللي هم يشاركون في المطولات اللي هم عداد قليل نتكلم عن يصل إلى 12 شخص اللي هم منافسين دوليين فتجد لكن خصمك مع فريق ممكن يتكون من 20 وجمهور فممكن شوية هذا أنا بالنسبة لي اللي ممكن يأثر فيه لكن سبحان الله اعتدت مع هذا الأمر وخلاص صرت أضع استراتيجية أقلمت معا بالنسبة لي ودائما أنه يوم أدخل في النزال أضع اللي هو الإطار أو أن أضع إطار خارج حول ملعب ما أنظر لأي حاجة أني أكون مركز في الاستراتيجية وتطبيقها في البساطة هذا بالنسبة لمشاركتك أنا هذه النقطة اللي ذكرت في بداية حديثة أنا أريد أتعرف عليها الآن اللي ذكرت العواجة اقتصادية وغيرها بالنسبة لهذه اللعبة أسمعها منك طبعا أريد أوضح لك وين وصلنا في هذه الرياضة أول ما بدأنا في 2010 كانت أكاديميات بسيطة والشباب المشاركين حتى ما كانت رسمية كان الشباب اللي يحبون هذه الرياضة يلعبونها في قراجات أو يفتحون لهم غرف يتمرون فيها ثم توسعت وصارت عندنا الآن نتكلم عن نحن قمنا بالحصر الكمي فالآن عندنا أكثر عن 12 أكاديمية متوزعة حول السلطنة في مسقط أربع أكاديميات في صور ثنين أكاديميات والثالثة الآن تحت النش من الصفر كذلك أيضا معنا في صحار في أرستاق في ظفار فعندنا عدد من الأكاديميات المنتسبين لهذه الرياضة كذلك أيضا قمنا بمجهود شخصي بحث كمي وتم رفعها إلى وزارة الثقافة ورياضة والشباب أكثر من 2000 منتسب هذه طبعا هذه الدراسة قمت بها 2020 وفي أيضا دراسة ماجستير أنا قمت بها طبعا أنا خريج رياضة الأعمال في المجال الرياضي من جامعة ليتس بريطانيا فارسات الماجستير التبعي كانت على رياضة الجوجتو والعائد الاقتصادي والاستثماري لهذه الرياضة كذلك أيضا أنها جزء لا يتجزأ من نشاطات مثل السياحة والأعمال والبزنز فذكرت كانت هذه من ضمن الدراسة وتم رفعها أيضا الوزارة الحمد لله رب العامين الوزارة اهتمت في الموضوع ورسمت لنا خطة خطوات أنا لازم نتبعها على أساس قبل لا يتم إشهار لدنا نحترف فيها بضل حين قلنا خلاص ممتاز يتم انتساب كل أكاديمية مع نادي معين قمنا طبعا بعمل هذه الإجراءات وتوصية الأكاديميات الأخرى ثم اللي هو مشاركات والبطولات الخارجية ولكن يتم سبق التعاون مع الوزارة رفع الأسامي قبل البطولة على أساسا يتم إشهار أن هذه البطولات كلها ما ترجع إلى أمر شخصي ترجع إلى الدولة وقمنا طبعا نحن من بدأنا طبعا دائما نرفع شيء اسمه عالم عمان يعني عبد ما كنا نفكر أنه يكون العائد اسم النادي أيوة اسم النادي عبد لا يتم ذكر اسم النادي دائما فريق عمان للجوجتسو وهذا هو نحن فريق عمان للجوجتسو فوصلنا إلى مرحلة أخيرة عدد المنتسبين لهذه الرياضة وأيضا الزخم هل راح يحدث زخم هل فيه منتسبين لهذه الرياضة وإقبال خلينا نشوفها في أرض الواقع في الحمد لله ربع من كان من ضمن الفريق العمل قمنا بنفس الدور فريق العمل وتواصلت مع جميع المدربين الشباب العمانيين من جميع الأكاديميات فيه في نقطة أنا راح أطلع شوية من سياق النص شكرا في زرعة سبحت عبد الله يوم نشارك في كفريق يوم نشارك في مشاركات خارجية تواصلت مع أخي أيضا نفس الشي لاعب رياضة جوجتسو وعندما عسكرات خارجية وخلاف ذلك فقلت له أريد أن أسق مع أكاديمية على أساسا نتمر معهم نعسكر معهم قال لي عبد الله الكميونيتي أو الجوجتسو مجرد تروح أي دولة في العالم راح يرحبوك بصدر وسع فرح يستقبلوك بمكانك تتمر معهم بدون أي مقابل فهذا اللي أنا وجدته أيضا كذلك من قبل أكاديميات الأخرى المدربين جلسني مع بعض وأيضا اللاعبين ساهموا في هذا الأمر أننا راح نقيم أول بطولة أقامنا البطولة تحت إشراف الوزارة والحمد لله رب العمين في خلال تسعة أيام يعني أنا حصلت على الموافقة قبل البطولة بتسعة أيام ممتاز 32 مشارك أو عفوا 32 دولة مشاركة وأكثر عن 200 مشارك لرياضة من عدة دول أيضا من دول أوروبية وأسوية جو من الخارج وشارك في هذه البطولة تسعة أيام تخيل أن كان مثلا التنويه مسبق ثلاث أشهر قبل كان بيكون على المشاركين أكثر يتحيي على الاقتصاد وأيضا نفس الشيء نقطة مهمة بما أنها تحت إشراف الوزارة فرسوم الاشتراك كانت معفية عنها لكن هي من الأصل أنا كنت ممكن أني أدرج رسوم وهذا أيضا راح يتم استخدامها وتشغيلها للبطولة نفسها أو في أمور أخرى تطوير لهذه الرياضة نحن نترى على الفكرة خلص وقتنا طيب خلاص طيب أنا ما راح أطول أكثر عن كذا بس إلا هو إذا في رسالة ممكن يقدمها لهذا الأمر أنا أول شيء طبعا وأرجع وأكرر أن الوزارة قائمة بدور كبير بخصوص هذا الموضوع على أن دعمها لهذا الرياضة وحبها لهذا الرياضة وعلى فهمهم للعائد لأي مشارك لهذا الرياضة سواء كان عائد البدني أو الذهني بطب على أن إن شاء الله ستكون في أقرب فرصة يتم إشهار لدنا لهذه الرياضة وهذه كلمة وعد من ساعة الوكيل باسل الرواس وتقريبا منذ يومين تقريبا ممكن نتحدث معه على رقم الخاص وقال لي إن شاء الله نحن على صدد أنه يتم إشهار لدنا إن شاء الله نشوف اللقنة ونشوف عبد الله موجود فيها المرة الجاي إن شاء الله وعفرما إن شاء الله بإذن الله أنا قاعد مع بعضنا نتكلم أنت وجه لدنا إن شاء الله ولا يهمك إن شاء الله شكرا لكم عبد الله وشكرا لكم عكرم على هذا الحديث طبعا ما نتابع هذا الصور اللي كانت قبل قليل إن شاء الله لكم مشاركات قادمة سواء كان عبد الله أو عكرمة وإن شاء الله تشارفونا في هذه المشاركات ونشوفكم بشكل أفضل شكرا عبد الله الله يبارك بك إن شاء الله ننتقل في حلقة ثانية وكون لدينا وقت طول ونسورف أكثر عن هذه الرياضة بإذن الله عكرم أيضا شكرا لك إن شاء الله نشوفك مميز دائما مع كبتنا عبد الله مع لي خوف بإذن الله نرفع على مستلطنة بإذن الله شكرا لكم هذا حديثنا مشاهدين الكرام حول هذه الرياضة وبهذا نصل وياكم إلى ختام حلقتنا شكرا لكم على كون تابع وسننتقل وياكم يوم الغد في أمان الله